السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم الدرس ان شاء الله تتعرفون على صوت الت ت and د د listen read and see نشوف هنا عندنا الحرف تي صح تي بس صوتها نقول تا 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 شوفوا لاحظوا أسنانكم كيف تكون تا تا وحرف الدي شوفوا لاحظوا كيف أسنانكم ولسانكم وين فوق شوي يقولوا ده 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 شوفتوا مكان اللسان وين مكانه في الأسنان يكون ده ده شوفتوا الفرق ده نشوف هنا تي سيز تا تا تايجر تايجر تي سيز تا تا تميتو سيز تا تا تليفون تليفون هذه أمثلة على حرف التا صوت التا تا تايجر تميتو وتليفون عندنا حرف الدي ده سيز ده ده دور دور سيز ده ده دل دل سيز ده ده دك 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 هذا مطلوب حفظ كل شكل واسمه بالانجليزي تايجر تميتو تليفون دور دل دل ودك وتعرفون هو يبدأ هل هو يبدأ بحرف الت ولا حرف الد طيب النقطة الثانية في هذا الدرس تو لسن نمبر اند سيز دين رايت المطلوب كتابة تي آر شوفوا عندنا في الصورة الاولى شوفوا انا بقول اسمها هل هي تي آر ولا دي آر تري ته تري 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 انا وش نطيقت تي آر ولا دي آر تري تري اللي بعدها ترك ترك ته ترك ترك اللي بعدها الفستان درس درس ده درس درس اللي بعدها درينك درينك يعني شراب درينك ده درينك فرقتوا بالكلمات تبدأ بالتر أو ده در تري وترك ودرس ودرينك لحظة ثانية عندنا listen and touch the right picture تسمعون الكلمات سؤال وجواب وانتوا المسوا الصورة المناسبة play with a partner تلعبوا مع الزميلك شوف هنا لاحظوا السؤال هنا عندنا بالأخضر where is it where is it يعني اين هو الصورة اللي بسأل عنا وبقول where is it ولما تجاوب بتقول here it is I found it يعني هي هنا انا وجدتها here it is I found it here it is I found it اوكي انا بسألة الحين بقول can you find يعني هل تجد can you find small beard where is it small beard where is it small beard ha beard yes here excellent amazing small beard يعني عصفور صغير اكتبوا هنا number one one هو اول واحد شفنا السؤال الباردة can you find يعني هل ممكن نكتجد can you find tall tree tall tall tree tree yes tall tree يعني شجرة طويلة can you find a fat bear fat bear fat bear bear where is it where is it yes here it is fat bear here it is I found it هذا fat bear can you find small tree can you find small tree small small tree small tree يعني شجرة صغيرة small tree where is it اين هي where is it excellent amazing can you find a thin cat thin cat where is it where is it a thin cat cat thin thin يعني نحيفة thin thin cat yes here excellent thin cat هنا عندنا fat thin opposite fat bear thin cat يعني عندنا دب كبير سميل وقطة نحيفة fat thin opposite يعني عكس بعض في نهاية هذا الدرس I can till if the words start with ta or da الحين تقدر أنت تميز الكلمات التي تبدأ بالta وتبدأ بالda say two words that begin with ta or da and describe things شوفوا الحين أبغاكم مثالين تكتب عطونا كلمتين تبدأ بحرف الت بصوت الت وكلمتين تبدأ بصوت د مثال على الت ت ت تشيرت تشيرت يعني قميص ممكن نقول ايش ت ت triangle يعني مثلة مثالين على صوت الد د د د دولفين د د د د د يعني كلب طبعا هو مطلوب وصف الشيء مثلا تقول نايس ديلفون نايس ديلفون يعني ديلفين ونلطيف أو مثلا تقول يعني كلب صغير بيوتفول تشيرت أو نايس تشيرت يعني قميص جميل افعل ما هو صحيح الواجب لهذا الدرس عندنا لسن انت براكتس تو لسن انت شيركول ت اور د شفت الصور هذي عندنا شوف picture number one النمر يلا ت اور د لازم تكون خلاص حافظينها دور ت اور د picture number three ت اور د picture number four دول دول ت اور د picture number five telephone ت اور د picture number six ت اور د دك دك write write the missing letters ت اور د trace copy هذي الكلمة ناقصها ت اور د عندنا tiger tiger اكتبو تاحت tiger نشوف هنا التايجر ماسك نكتب على الحروف اللون الرمادي picture number two door and doll picture number three tomato and telephone picture number four doll and duck نكتب على هذه الكلمات النقطة الثانية في هذا الواجب عندنا هذه الأشياء بنبي نوصفها عندنا الأولى الزرافة نقول it is tall tall يعني طويلة b الشجرة اللي جنبها it is short short يعني قصيرة c الدب الباندة نقول it is fat fat يعني السمين وصورة الاسفور d it is small small يعني صغير هنا تعرفون وصف الأشياء مثلا tall short fat small وهكذا goodbye see you later